موسيقى الأعلام الفلسطينية التي رفعها الشبان على أسوار القدس كانت مزعجة للاحتلال الذي عمد إلى مصادرتها واحتجاز الشبان المقدسيين الذين رفعوها لساعات قبل الإفراج عنهم هذه الدولة التي يتغنون بها أقيمت على عشرين مدينة فلسطينية تم تطهير أهلها عرقيا كفى للاستيطان وكفى للتشريد وكفى لهدم البيوت شعارات رفعها مقدسيون خلال المسيرة ردا على سياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال بشطة طرق من تهويد للقدس ومسا بمعالمها التاريخية بكل أشكال العنصرية المسجد الأقصى لا يمكن يهود بأي ثمن المسجد الأقصى اليوم يعادل خمسين قبل ذرية في العالم إذا ذهب المسجد الأقصى أولى القبليتين وثالث حرامين الشريفين نحن متأكدين أن سيكون هناك هبة جماهرية عالمية إسلامية عربي من أجل نريد أن نرفع صوتنا لنقول العالم أن هناك شعب حي ما زال يطالب بحقوقه ما زالت حقوقنا مهضومة وأن الاحتلال الذي يستمر في إبادة شعبنا الذي صرق مننا الأرض والهوية أننا ما زلنا موجودين المسيرة الفلسطينية جاءت ردا على أخرى نظمها متدينون يهود التي حملت شعارات وأعلام إسرائيلية إحياء لما يسمونه إعلان دولة إسرائيل المتدينون طالبوا حكومة الاحتلال بفرض السيادة اليهودية الكاملة على القدس المحتلة والمسجد الأقصى تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم والسماح لهم بدخوله وأداء شعائرهم التلمودية شعارات وأعلام إسرائيلية لذكرى استقلال دولة الاحتلال التي ما زالت تمارس دقوصها التهويدية في المدينة المقدسة سمح أبو عكر لتلفزيون وطن القدس المحتلة